اشتركوا في القناة اكتف انتباسي فويس اوكي هذا الدرس راه هو من سيقوص نمبر روحوا نشوفو وش رانا راح نشوفو في هذا الفيديو ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشوفو وش معنى تا اكتف فويس وش معنى تا نمبر تو راح نشوفو القاعدة تا اكتف انتباسي فويس راح نشوفو ايضا معنى تا الادوات اللي راح نحتاجوهم in passive and active the tools we need in active and passive voice now so here in this video we are going to see the active and passive voice when we have the verb in the past في هذا الفيديو راح نشوفو كيفاش نديرو التحويل من ال active الى passive voice كيكون عدنا فقط في هذا الفيديو راح نشوفو وكيفاش يتحويل كل تنس كيفاش يتحويل ال present simple يتحويل الى حاجة ال past simple يتحويل الى حاجة وانتو مسانة الرابعة متوسط راكم فقط مختصين كيفاش يتبدل لنا past simple كيفاش يكون في ال active past simple كيفاش يتحويل في ال passive voice كيفاش يتحويل الاداوات اللي نحتاجوهم in the active voice when we have the verb in the past we need نحتاجو was ولا where اللي هما ال verb to be in the past past participle of the verb تصريف رقم 3 لل verb وعدنا كلمة by هذو اللي we need them to build the passive voice when we have the verb in the past simple روحو نشرحو وش معنتها active voice active voice بالعربيه تعنينا المبني للمعلوم المبني للمعلوم passive voice تعنينا المبني المعليوم كامل تعر فون المبني المعليوم وكمل تعرف فون المبني المجهول مثل محمد فتح الباب فاتحه محمد الباب رانا في الماضي محمد فتح الباب في الماضي كيفاش تتحول هذي راي في المعلوم كيفاش تتحول في المجهول الباب فتحة من طرف محمد فتحة راح نشوفوا الفعل من فتحة يتحول الى فتحة ورح نديروا هذي الاضافة اللي هي من طرف اوكي هنا الفعل تعنا راهو في الباست راح يرجع هناليا ومن طرف هذي هي باي اوكي نديروا ووز ولا وير بلاس باست باي اوكي دوك راح نشوفوا هذي كيفاش يتحول فتحة الى فتحة وكيفاش نزيدوا هذي من طرف الباب كانت في الاخر درناها في الاول ومحمد كان في الاول درناها في الاخر هذا دوك نشوفوه بشي كما يقولوا بشكل مشروح هنا بوينت نمبر تو النقطة الثانية اللي راح نشوفوها هذو التولز الادوات اللي اح نستعملوهم في هذا الباسيف و اكتف عدنا was and where was we use it نستعملوها معامل مع i he she it was i was he was she was it was where نستعملوها مع we they and you so we use was with singular we use we use where with plural نستعملو was مع المفرد و نستعملو where مع الجمع متفاهمين was where was where هما الباست سيمبول تاع الفرب تو بي اللي هو كان اول شي راح نحتاجوه هذا الزوج اكو معرفت وقتاش نستعملوه باي اللي تعنينا باللغة العربية من طرف ولا بواسطة فتح الباب من طرف محمد من طرف باس بارتيسيبول باس بارتيسيبول هو التصريف نمبر ثري للفرب اوكي هو التصريف رقم ثلاثة للفعل وين نلقاو هذا التصريف رقم ثلاثة شفتو هذيك القائمة تاع irregular verbs تلقاو الواحد حزب واحد الزوج ثلاثة ثلاثة هذك هو التصريف تاع الفعل اول شي اذا كان عدنا فعل منتظم فعل منتظم الباس بارتيسيبول تعالى عدود ايدي هذا ما كان الفعل تاعك اذا كان فعل منتظم زيد له فقط ايدي اوكي اذا كان اي ريك يولر اي ريك يولر هي باك يعني انه ليس انه ليس هكذا اي ريك يولر على الشي تغير ما تمشيش القاعدة عني تعالى ايدي هنا ال past participle تاع irregular verbs راهو change يتبدل لازم تروحو تشوفوا القائمة اللي راهي عندكم كيفاش يتحول التصريف الثلاثة irregular verbs for example مثلا write ترجع write ال past participle تاع write هو written اوكي يتحول نقولوش writeed no it's wrong خطأ نقولو writeed خطأ نقولو write written متفاهمين قلنا نحتاجوا was and where نحتاجوا by ونحتاجوا past participle روح نشوفوا القاعدة تاعنا هذا الرول الرول of the passive voice كيكون عندك ال verb in the past simple وش تدير هذا for example هذا هو الاكتف هذا هو الاكتف subject الفاعل ال verb راهو في past simple زائد plus the object ال object هو المفعول بي هنا وشك رايح تدير اول شي باش تحول active to the passive لازم ال object جيبو هنا اللول اوكي كان subject واللول حطنا المفعول به هو الثاني واللول سورا ان بعد مورة مباشرة تحط was ولا where إلا كان عندك ال object singular مفرد حط was إلا كان عندك ال object plural حط where اوكي plus زائد past participle of the verb past participle of the verb إذا كان ال verb بتاعك regular زيد لغر إذا كان إذا كان إذا كان منتظم إذا سبت هنا يخلاص بالإيدي حطوا كيمارا إذا كان irregular روح شوف القائمة أوكي زائد by حطنا ال by بواسطة زائد حطنا subject هو الآخر أوكي أول نقطة وش درناها دقوا روح نشوفو كيفاش النقاط اللي درناهم حطينا هذة هي اللول هذا هو التالي حطينا was ولا where حطينا past participle of the verb وهنا يا by وشنو هما التغييرات اللي صراوا من ال active voice لل passive voice هما غيرنا ما كان subject والobject subject كان هو اللول حطينا هو التالي object كان هو التالي حطينا هو اللول ثاني شي حولنا الفعل من past الى past participle no حطيناه يعني من past participle وقبله زدنا له was ولا where اوكي الفعل التاعنا كان في past درنا was ولا where زدنا past participle هذا التحويل الثاني التحويل الثالث اضفنا by بواسطة في نهاية الجملة قبل subject يعني حطينا by زدنا مورها subject اللي هو اخر كلمة شوفوا التغيير هناك فاش رحيصة وش قلك he هذا هو subject دائما الكلمة اللولة هي subject did هو verb his homework هذا كامل هو object يلا روحوا بقل قاعدة هذا كان اللول نحطه هو التالي كان هذا التالي نحطه هو اللول كان نبدو بهذا هذا كان تالي object هو كان تالي نحطه هنا his homework his homework his homework وبعد وش قلك قلك مورا ها دير was ولا ولا احنا عدنا هذي his homework مفرد ولا جمع في هال اسمع التالي ما فيهاش ما اسمع التالي يعني راهي مفردة نستعملوا was did وشنه هو past participle تعديد past participle تعديد هو done اوكي والاصل التاعه هو to do to do did هذا التصريف الاول تصريف ثانية تصريف الثالث اوكي نحطه was done by هي بواسطة صحة هنا يا انا كانت هي رجعتها him by him هنا وش تقول لك هنا واحد القاعدة صغيرة لازم تعرفها هنا ايلطاهم لك كامل ضمائر رغم في البداية ضمائر تروح ترجعهم في الاخر على شكل مختلف مثلا لو كان يعطي لك في بلاسة he يعطي لك i انت في الاخر وحطها me مثلا لو كان يعطيها لك u رجعها في الاخر خليها كما راهي u يعطيها لك he كما احنا هنا يعطيها لك he رجعناها him يعطيها لك he رجعناها him رجعها him إلا طالك she تبدأ بش في الاخر حطها here إلا طالك they رجعها there إلا طالك we رجعها as وإلا طالك it خليها كما راهي it لي ما يتبدلوش عندك it ما يتبدلش وعندك you ما يتبدلش اوكي أما إلا طالك الضامير اسم إنسان محمد خالد صطيف عنا خليها كما راهي إلا طالك الضامير دير برك هذا التغييرات هنا طالها الناهي رجعناها him متفاهمين نشوفوا مثال آخر هنا خيرتلكم ما تدلكمش ضامير هنا نضعتلكم اسم إنسان واش قال لك ميسي ساميا اكسفليند the lessons متنساوش هنا مع التالكين اس هنا خزرت ديركت في الفعل الفعل إلا شفتو في أخلاص بال ed حطو كما راه ما تدلو لوالو على خطر راهو regular و regular يكون فيه ed في past simple و past participle فيه ed ما يتبدلش واش تدير انتا هذا روح جيبوه هو اللول the lessons مادم عدنا جمع نديرو where لو كانجا عدنا مفرد نديرو was مادم عدنا جمع نديرو where على خاطر عدنا s the lessons were explained explained by mrs. samya اوكي لو كعتتلكم هنا هي هي هنا ترجع في بلاسة mrs. samya ترجع hair by hair بواسطتها هنا الدروس شرحت من طرف الاستاذة ولا mrs. samya متفاهمين خلاص الان روحو نديرو القاعدة التي نطبقوها في التمرين شوفوك في جيكم السؤال في البيعان يقولكم i write sentence b that's it mean the same as sentence a انا اكتب الجملة b بحيث انها تعطيني نفس المعنى اه بنفس المعنى تعمل الجملة اي هنا كيفش تعرف بليرك رايح تدير تجي تشوف هنا اول كلمة وشنو هي اول كلمة رايح هنا ان ابل وهنا يا ان ابل رايح في نهاية الكلمة يعني واش درنا اول شي غيرنا المكان واش معانته هنا رايح ندير غير تلقى اخر كلمة في الجملة الاولى حطوها هي الاولى في الجملة الثانية احنا رايح نصرف باسيب فويس اوكي هنا عدنا الفعل تعنا هو ايت ايت اللي هو في الاسل في الاسل التاعو ايت يأكلو رايح نشوفوا الاسل التاعو واشنو هنا عدنا مارك مارك هو الاسبجكت وش تجي تدير هما عاونونا طاولنا الكلمة التالية الاسبجكت حطوها هي اللولى احنا يا هذي مارك نروحوا نحطوها هي التالية اكيد مدم رايح نغيروهم اماك ينتحها نديرو اول حاجة مارك والقاعدة وش تقول لك رك حطيت مارك والتالي قبل مارك حط باي ثاني نقطة حط باي قبل مارك غير هنا والان رك رايح هتحول للفعل الفعل وش قال لك يا اما تحط was ولا where زائد past participle هنا عدنا in apple تمشي معها was or where هنا we use was because it is singular هنستعملنا was لانا in apple مفردة هنا وشنو هو past participle of the verb ايت ولا ايت هنا يا past participle هو ايت ايت التفاحة اوكلت من طرف مارك متفاهمين متفاهمنا هنا تي واحدة متكتبها ك ايت تن متفاهمين ثاني بروحو number two هنا قالك تينا opened the present اه تينا فتحه الهدايا متفاهمين نروحو او ذركا نديرو الهدايا همعاو نونا طو هنهي laboratories وش نروحو نديرو نحطو تينا هي اخر كلمة اوحطو قبلها buy وروحو شوفوا فعل او هنا لدينا بي واحدة ثاني راني غالطة سمحولي هنا بي وان بي اوكي هنا روحوا الاوبند راهي بالاوبة لك ما يشتبان مليح اوبند ما دام قلت لكم شوفوا غير شوفوا الفعل تحكم فيه اي دي نخلوه كما راه نشوفوا هنا برق باللي راح نستعملوا واز ولا وير هنا the presents عدنا بلورال عدنا جمع نستعملوا واز او وير مع الجمع دائما ويوز وير وير اوبند اوبند نخلوها كما راهي على خاطر تخلص بالايدي اوكي the presents were opened by تينا تفاهمين سهلا ومبادع عدنا i made a cake i made a cake a cake رهيه التالية i كفاش تتحول كنحطوها مع الاخر ونطلقكم القاعدة قال لك هنا يا i sorry i ترجع me هنا i نحولها الى me like this قبل me وش نديرو buy اوكي بعد عدنا made a made ما فيش ايدي معنى تاراني راح راهو irregular مادم irregular راحو نشوفو كيفاش ال past participle تعوى قبل هذاك الشي cake نحطو was or where مع cake راهي مفردة singular نحطو was اوكي و made ال past participle of made هنا بالنسبة ل made يبقى كي ما راه اوكي make made made ال past participle تع made هو made made بدلش اوكي روحوا لاخر نقطة وش قال لك he stole the car from the parking lot قال لك هو اسرق الطنوبيل من ال parking هنا وش نديرو اروحه هنا حووس لي ها he stole الفعل the car اوكي هذي خلوها هي التالية مع انت تدير تحويل غير في هذي برك على خطرة طالك هنا يا car ادهلك مننا انت قم بالعملية على ال past participle غير مننا the car he وش ترجح في الاخر ترجح him وقبلها وش نديرو buy stole هنا عدنا الكار وش نديرو was ولا where car مفرد singular ونديرو was هنايا past participle of stole هو stolen لازم اتبتحفظوهم اوكي stolen the car was stolen by him from وكم من هذي كما راهي from هذي خدش باقية الجملة برك from the parking lot اوكي متفاهمين كيفش درنا يعني passive وحولنا من active to the passive المهم كان هذا هو الدرس التاعنا تعال active و passive ان شاء الله يكون فهمتوه ان شاء الله يكون جيكم ساهل متنسوش تديرونا like تشتركو بالقناة تتفاعلو الجرس وتنشرو هذا الفيديو مع اصدقائكم باش تعم الفائدة ونتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر